مصر وفرنسا تؤكدان رفضهم المطلق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم جيش الاحتلال الإسرائيلي واصلوا قصفه العنيف على قطاع غزة وعدد الشهداء يتخطى 27 ألفا منذ 7 أكتوبر واشنطن ولندن تنفذان ضربات على مواقع الحوثي من بينها منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة الثلاثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت درينتش شاشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على تلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى موسيقى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل لإنجاز القوانين المتعلقة بالأسرة في إطار من التنصيق الكامل مع جميع الأطراف والجهات ذات الصلة وكذلك إجراء حوار مجتمعي معمق واستعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية وتحقيق المصلحة العامة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل حيث طلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من سياغة مشروعة القوانين المتعلقة بالأسرة ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص أن الرئيس السيسي تابع كذلك مستجدات تنفيذ استراتيجية التكامل الرقمي بين الهيئات القضائية تمهيدا لبدء العمل القضائي في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة كما طلع الرئيس السيسي على الموقف التنفيذي لتطوير عملية التصرف في المركبات المتوكة والمهملة وإنشاء مركز إيواء ذات آليات حديثة تقوم على الرقمنا بما يحقق أكبر قدر من الاستفادة الاقتصادية للصالح العام وبما يتفق مع القواعد والإجراءات القانونية المعنية ترجمة نانسي قنقر استقبل الرئيس السيسي وزير الخارجية الفرنسية استيفان سيجورني في قصر الاتحادية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء استعرض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنهاء المأساة التي يعاني منها أهالي غزة إلى جانب التشديد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسئولية تجاه تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلاة هذا وأشار متحدث الرئاسة إلى أنه تم التشديد على رفض مصر وفرنسا المطلق لأية إجراءات أو سياسات تهدف لتهجيل الفلسطينيين من أراضيهم كما تم تأكيد الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في تقديم الدعم لأهالي قطاع غزة وتترق اللقاء لبحث الأوضاع في السودان وليبيا والبحر الأحمر وأكد الجانبان حرصهما على استمرار التشاوري وتبادل الرؤى بما يسهم في تدعيم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي اشتركوا في القناة أكد وزير الخارجية سيمح شكري أن المباحثات مع ناظره الفرنسي ستيفان سيجورني تترقت إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة وخلال مؤتمر صحفي مشترك أوضح شكري أن اللقاء تترق كذلك إلى التأكيد على أهمية الوصول إلى وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات والرفض التام للتهجير والممارسات المستمرة في الضفة وغزة تترقنا بالتأكيد إلى الأوضاع والحرب الدائرة في غزة للتأكيد على أهمية الوصول إلى وقف إطلاق النار دخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة المنع التام والرفض التام للتهجير سواء تصفية للخضية الفلسطينية أو الإلقاء عبء على الآخرين سواء فيما يتعلق بغزة أو بالضفة ممارسات المستمرة الإسرائيلية العسكرية في الغزة والضفة وبعد التهجير الشعب الفلسطيني في غزة من الشمال والوسط إلى الجنوب الأضرار الضخمة التي قد تلحق بالمدنيين في استمرار الاستهداف العسكري لجنوب غزة وأكد شكري ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل في إطار حل الدولتين وأضاف وزير الخارجية أن هناك توافقا دوليا بأن يكون حل الدولتين الحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل سياسي في إطار حل الدولتين هناك توافقا في المجتمع الدولي بأن هذا هو الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ولابد أن يتم تحديد إطار زمني لإقامة الدولة وتعامل مع خفة القضايا سواء كانت متصلة بإدارة غزة ومسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية تامين وتحقيق الاستقرار والأمن لإسرائيل الإفراج عن الرهائن ولكن أيضا الإطار السياسي الأوسع المرتبط بإقامة الدولة الفلسطينية فلا يمكن الفصل بين كل هذه المخونات من جانبها أكد وزير الخارجية الفرنسي ستيفانسي جورني أن جولته بالشرق الأوسط تبدأ من القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة مشيرا إلى استعداد بلاده لمواصلة التنسيق لإصال المساعدات كما شدد وزير الخارجية الفرنسي على أن الوضع في قطاع غزة مأساوي مؤكدا على عمل من أجل وقف إطلاق النار أبدأ هذه الجولة الإقليمية في القاهرة وسوف أكمل هذه الجولة في الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية واللبنان والأراضي الفلسطينية والأراضي الفلسطينية لإيجاد حل وأضف وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده تعمل مع مصر من أجل دولة فلسطينية ذات سيادة فألفت الوزير الفرنسي إلى ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية نعمل من أجل وقف إطلاق النار ولكن يجب أيضا أن نحضر بعودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة بإطار جديد وتشكيلة جديدة وإن شرعيتها سوف تتوقف أيضا على الاحترام الحقيقي لسلطتها وخاصة من قبل الإسرائيليين وسيتقف كذلك على قدرتها على تحقيق تقدم ملموس لأمن الفلسطينيين وللاعتراف بحقوقهم السياسية كان وزير الخارجية سامح شكري قد عقد جلسة مباحثات مع نظيره الفرنسي استيفان زيجورني الذي يقوم حاليا بزيارة إلى القاهرة وأوضحت الخارجية أن الوزيرين عقدوا اكتماعا ثنائيا مغلقا حيث تناول اللقاء العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة وسبول تعزيزها في شتى المجالات بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأزمة في قطاع غزة وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أحمد السيد خبير العلاقات الدولية يعني بعد التحية خلال لقاء رئيس أسيسي بوزير الخارجية الفرنسي تم استعراض الجهود المصرية المكثفة مع مختلف الشركاء وذلك لوقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية كيف ترى الدور المحوري لمصر للوصول لحل للقضية الفلسطينية وإنهاء الصراع؟ أحياتي لك أولا ولكل مشاهدينك الكرام في الواقع أن اختيار وزير الخارجية الفرنسي القاهرة لتكون بداية محطاته الشرق أوسطية بيعكس دلالات ومحورية الدور المصري الذي يسير على المصارات الثلاثة المصار الإنساني والمصار السياسي والمصار الأمني وأعتقد أن هذه الزرب تحمل أيضا مغزة مهم ودلالة كبيرة لأن فرنسا حقيقة بدأت تتحول مواقفها في الأسابيع الأخيرة باتجاه التقارب مع المواقف المصري المتعلق بضرورة العمل على وقف دائم لإطلاق النار ووقف هذا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة أيضا مع المجانب الإنساني وهذا المصار وأهمية ومحورية وكالة الأمم المتحدة الأنروا في غازة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في ظل التحديات الكبيرة أيضا العمل على إنفاذ قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2720 الذي ينص على إدخال المساعدات بدون أي طوائق ونف اعتقادي أيضا على المصار السياسي هناك توافق أيضا فرنسي مع الرؤية المصرية وهو العمل على حل الدولتين ورابط التهجير القصري من جانب إسرائيل وقوات الاحتلال الإسرائيلية وبالتالي هذه الزرطة تمثل أهمية كبيرة لأن القاهرة حقا كان بتأثير على أكثر من المصار وبأكثر من الاتجاه إلى جانب الدعم المباشر وجانب السكسطيني على كل المصارات الثلاثة أيضا هناك دور مصر في حاجة الدعم الدولي خاصة القوى المؤثرة والفاعلة وفرنسا دولة مهمة يعدوا في مجلس الأمن الدولي هذا أيضا تأثير في الاتحاد الأوروبي وبالتالي هذه الزرطة بتعكس أهمية وتبرز جهود مصر المتواصلة مع الشرقاء ورأينا كيف بالفعل بالفعل للحد من هذا الصراع في المنطقة أشكرك شكرا جزيلا الدكتور أحمد السيد أحمد خبير العلاقات الدولية أهلا بحضراتكم من جديد وإلى الملف الفلسطيني حيث دعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى اعتراف دولي واضح بدولة فلسطين وقبولها عضوا بالأمم المتحدة بعد أن مضى على وجودها كدولة مراقبة أكثر من 12 عاما أطلب أشتية بوقف العضوان الإسرائيلي على قطاع غزة حيث يعيش السكان في ظروف صعبة وسط فقر وتعطيش وتهجير وقطع للكهرباء ونقص للأدوية والمساعدات وأضف أشتية أن هناك أكثر من 27 ألف شهيد 70% منهم أطفال ونساء وهو ما لم يحدث في تاريخ القضية الفلسطينية من قبل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أضفرنا إن شاء الله من أراضينا غصب عنهم أستشهد وأصيب العشرة من الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 121 يوما وشن طيران الاحتلال الحربي عدة غيرات تركزت على وسط وجنوب القطاع بالتزامن مع قصف متواصل لمدفعية الاحتلال وزوارقه الحربية ولليوم السادس على التوالي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة ومنع المواطنين المحاصرين فيه من المغادرة وسط قصف كثيف في محيط المستشفى هذا وارتفع عدد الشهداء بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 27365 فلسطينيا معظمهم من الأطفال والنساء مع إصابة 66630 أخرين يواجه مستشفى الأقصى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة نقصا حدا في الإمدادات حيث حذر الموظفون من أنه إذا استمر الوضع فقد يتم إغلاق مختبره بالكامل في غضون أسابيع وأكد العاملون في المستشفى أن فحوصة مثل فحص الدم أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص الأدوية المستخدمة لاختبار التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة البشرية مع استمرار إسرائيل في عدوانها على غزة يواجه مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح نقصا حادا في المستلزمات الطبية والدوائية حيث يحذر القائمون على المستشفى من أنه إذا استمر الوضع فقد يتم إغلاق مختبره بالكامل وذلك في غضون أسابيع العاملون بالمستشفى وهو الرئيسي في منطقة وسط قطاع غزة أكدوا أن إجراءات مثل نقل الدم أصبحت أكثر صعوبة بسبب نقص الأدوية المستخدمة لاختبار التهاب الكبد الوبائي أو فيروس نقص المناعة قبل إجراء العملية الجهاز الوحيد الذي يخدم محافظة الوسطى بقاله متوقف على عطلنا العمل أكثر من 30 يوم طبعا الإصابات تأتي صعبة وحرجة صعب التعامل معها من ضمنه لطباء العصاب وطباء الجراحة ورغم إدخال بعض الأدوية إلى غزة خلال الأسابيع الماضية يقول العاملون في مستشفى الأقصى أن هناك نقصا في المواد التشغيلية المستخدمة في بعض الأجهزة الوضع العام في المستشفى صراحة يعتبر من الأوضاع الصعبة وذلك نظرا لشح الموارد والمستلزمات الطبية والأدوية الطبية إضافة لذلك لنزوح جائز كبير من الكوادر الطبية والطمرضية والإدارية أدى إلى شبه إنهيار في المستشفى وتضررت المستشفيات في قطاع غزة بشدة قراء الحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر الماضي فيما كان لغزة تاريخيا نظام صحي قوي يضم 36 مستشفى و25 ألف عامل صحي والعديد من المتخصصين قال رئيس الوزراء الأسترالي إن حكومته تحقق في مزاعمة بأن بعض موظف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة أنروا متورطون في أحداث 7 أكتوبر وفي أواخر الشهر الماضي انضمت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفنلندا إلى الولايات المتحدة واستراليا وكندا في وقف تمويل الأونروا ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأونروا بأنها العمود الفقري لجميع عمليات الإغاثة الإنسانية في غزة ونشد جميع البلدان بضمان استمرارية عمل الأونروا المنقذ للحياة أكدت المتحدثة باسم مؤسسة أوكسفام العالمية هديل القزاز أن الوضع الإنساني بقطع غزة أكثر من كارثي قائلة أن جميع سكان قطع غزة يعانون ضغوطا وأثارا نفسية عميقة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم وأوضحت المتحدثة باسم أوكسفام أن نحو مليونين ومائتي ألف شخص في قطع غزة يعانون من المجاعة جراء العدوان الإسرائيلي المتوصل كما أشرت المتحدثة إلى أن توقف عمل أونروا في قطع غزة سيكون بمثابة كارثة كبيرة تطال القطاع الذي يعاني من نقص في الأدوية والماء النظيف والغذاء الكافي والخيام والحاجات الأساسية للحياة أدانت وزارة الخارجية الصينية تجاهل الدول المتعمد للخسائر البشرية الفادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين ومنعهم مجلس الأمن الدولي مرات عديدة من اتخاذ قرارات رامية لوقف إطلاق النار وأكدت الخارجية الصينية في بيان لها أن المجتمع الدولي أدان جميع أعمال العنف ضد المدنيين منذ بداية التصعيد الإسرائيلي في غزة وأدعى إلى وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراع جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إدانتها للتحريد الإسرائيلي المتواصل على قتل المزيد من الفلسطينيين ووصفت الخارجية الفلسطينية في بيان لها التصريحات التي أدلت بها وزير الأمن الدولي القومي لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها استعمرية وتحريض على استكمال إبادة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وترضه بالقوة وتهجيره واعتبرتها تحديا سافرا لقرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن بحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الأساسية شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تأنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة حيث شارك الألاف من المتظاهرين في تظاهرات حاشدة في باريس ولندن وبرلين للتنديد بجرائم الاحتلال على جانب آخر وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات ناذعة للسياسة الغربية تجاه غزة متهمين حكوماتهم بالتواطئ المحتمل في جرائم حرب تظاهرات شعبية لا تنتهي وضغوط رسمية وديبلوماسية لا تهدأ في محاولة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في أحدث تطور شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات حاشدة تنديدا باستمرار العدوان المظاهرات خرجت في العاصمة الفرنسية باريس والعاصمة البريطانية لندن والعاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونيخ والعاصمة التونسية ومدينة مالمو السويدية وكوبنهاجن وأرهوس في أدنمارك وميلانو في إيطاليا وكذلك في جينيف دعما للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المشاركون في التظاهرات رفعوا الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني ودعوا إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة وعلى جانب آخر وقع أكثر من 800 مسؤول من الولايات المتحدة وأوروبا رسالة مفتوحة تتضمن انتقادات لذعى للسياسة الغربية تجاه إسرائيل وغزة المسؤولون الغربيون اتهموا حكومتهم بالتواطئ المحتمل في جرائم حرب مشيرين إلى وجود دلائل وصفوها بالمعقولة على أن سياسات حكومتهم تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وجرائم الحرب كما تهم المسؤولون حكومتهم بالفشل في إلزام إسرائيل بنفس المعايير التي تطبقها على الدول الأخرى وإضعاف مكانة بلدانهم الأخلاقية في العالم هي إذن ضغوطات شعبية ورسمية لا تهدأ في محاولة لإجبار الدول الأوروبية الكبرى للتحرك لوقف عاجل للجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال وأفت شهود عيان بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وقدوا طقوس تلمودية ومنعت شرطة الاحتلال المتمركزة على الأبواب المواطنين من الدخول ما تسبب بانخفاض أعداد المصلين للشهر الرابعي على التوالي وفي واقعة منفصلة اعتدى مستوطنان الليلة الماضية على راهب في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة أدنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين اعتداء مستوطنين إسرائيليين على راهب عند مدخل باب النبي داود في القدس المحتلة وقالت الوزارة إن هذا الاعتداء العنصرية يعكس ثقافة الكراهية والحقد وإنكار وجود الآخر كما يعكس حجم التحريد والتعبئة العنصرية التي تتلقاها عناصر المنظمات والجمعيات الاستيطانية المتطرفة سواء من خلال المدارس الدينية أو فتاوى الحاخامات المتطرفين والحملات والمواقف التحريضية المعلنة من وزراء في حكومة الاحتلال أمثال بن غفير واسموتريتش وغيرهما وأضفت الوزارة أن الاعتداء يعبر عن طبيعة الاعتداءات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني عامة وأرضه ومقدساته المسيحية والإسلامية في القدس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مكونة من تسع شاحنات عبرت معبر رفح الحدودي وعلى متنها سبعة ألاف حقيبة ضمت مواد لتلبية الاحتياجات الأساسية في غزة ومنذ السابع من أكتوبر من عام 2023 أكبر أكثر من واحد فاصل تسعة مليون شخص في غزة على النزوحة أي ما يعادل 85% من إجمالي السكان منهم نحو مليون امرأة وفتاة وفقا لتقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة كما تشير الأرقام الأخيرة إلى أن 70% من الفلسطينيين الذين استشهدوا هم من النساء والأطفال وأن اثنتين من الأمهات تقتلان في غزة كل ساعة يقوم وفد فرنسي يضم عددا من أعضاء البرلمان بزيارة لبعبر رفح البرية بهدف إطلاق مبادرة تدعو لضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وأكد الوافد أن المبادرة التي أطلقها وفد النواب الفرنسيين بدأت في نوفمبر الماضي بعد نحو شهر من العدوان الإسرائيلي على غزة الرسالة التي نوجهها ليست رسالة شخصية بل هي رسالة جماعية من كل الأحزاب الفرنسية اليمينية واليسارية هي رسالة موحدة سوف نطالب من خلالها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة الرسالة التي نود إيصالها ليست فقط القيام بوقف إطلاق النار نود أيضا أن يشعر الفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك أناس يأتون لدعمهم نحن كفرنسيين وكبرلمانيين ممثلين للشعب الفرنسي نحن نأتي لدعمهم ولكي نسمع صوتهم ولنقول لهم نحن ندعمكم نحن إلى جواركم البرلمانيون هنا لكي يعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني يرغبون في دعم الفلسطينيين في مأساتهم نحن نطلق دعوة للسلام بصفة عامة لقد قام المواطنون في فرنسا ببعث بعض الرسومات من الأطفال سنقدمها للهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لكي يتم إرسالها للأطفال الفلسطينيين الذين يعانون الآن لقد آتينا لدعم الفلسطينيين لكي نطالب بوقف فوري لإطلاق النار لكن يجب أن يكون إقافا دائما السلطات المصرية سهلت قدومنا وستسهل في انتقالنا إلى رفح وهذا بالطبع رسالة بأن الحكومة المصرية تقوم بكافة ما تقوم به من أجل مساندة الفلسطينيين وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل محمود أرحب بك وكيف يبدو المشهد لديك أمام معبر رفح وأيضا الجديد بخصوص المساعدات التي عبرت المعبر بعد التحية ربما الأهم اليوم أمام معبر رفح هو وصول الوفد البرلماني الفرنسي المكون من 16 نائبا من غرفتي البرلمان الفرنسي في زيارة لمدينة العريش وأيضا معبر رفح البري منذ قليل انتهت جولتهم بأمام معبر رفح وتحدثوا مع مسؤولي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني وأيضا التقوا بممثل منظمة الأنار وأمام معبر رفح البري كانت أبرز التصريحات التي تحدثوا بها هو ضرورة الوقف الفوري للنار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن وأيضا بما فيهم الفرنسيين وأيضا الإفراج عن السجناء الإسرائيليين تحدثوا أيضا على أن وقف إطلاق النار هو شرط أساسي لبدء المفاوضات والمحادثات بشأن الإفراج عن الرهائن والأسرة وأيضا طلبوا بمنع بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني وضرورة وقف المجازر التي ترتكب بحق المدنيين داخل قطاع غزة هم التقوا أيضا بمنظم بممثل منظمة الأنوروى للتأكيد على دعمهم مخافة أن تتوقف المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة بسبب تعليق بعض الدول لتمويل المنظمة ولكن هم أكدوا على دور منظمة الأنوروى داخل قطاع غزة وتوجهوا بالفعل بالشكر للسلطات المصرية على تسهيل مهمة وصولهم إلى معبر رفح في حين أن إسرائيل منعت تواجدهم داخل الأراضي الفلسطينية وهذا خطأ على إسرائيل بحد وصفهم وقولهم فبالتأكيد هذه الزيارة أيضا سيعقبها زيارة إلى المركز اللوجستي للهلال الأحمر المصري للاطلاع على تجهيز المساعدات الإنسانية التي تذهب مباشرة إلى معبر رفح البري ثم سيكون زيارة أخرى أيضا لتفقد الجرحة والمصابين في مستشفى العريش الذي يقوم بدوره في تقديم الخدمة العلاجية والصحية لكل المصابين الذين يستقبلهم معبر رفح في كلان هذه المبادرة وهذه أيضا الزيارة أمام معبر رفح يعني تم التأكيد على ضرورة وقف كل هذه المجازر والتعاون مع السلطات المصرية في الوصول لهذه الحلول فيما يتعلق بوقف إطلاق النار الكامل فيما يتعلق أيضا بإدخال المساعدات الإنسانية يواصل معبر رفح هذه الجهود الإنسانية والصحية فيما يتعلق بالمساعدات نتحدث عن دخول 150 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى 99 شاحنة من منفذ العوجة ونتحدث أيضا عن أربع شاحنات للجاز حتى هذه اللحظة التي أحدثكم فيها استقبل معبر رفح اليوم 20 مصابا بالإضافة إلى 33 مرافقا لهؤلاء المصابين وعلى الجانب الآخر تتم بعض عملية الإجلاء لبعض المصابين إلى دولة قطر من خلال مطار العريش وأيضا بعد قليل سيستقبل مطار العريش طائرة إماراتية على متنها بعض المساعدات الإنسانية والجذائية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني وكل هذا يتم بالتعاون مع السلطات المصرية والتجهيز الدائم لهذه المساعدات التي تصل دائما على مدار الوقت ولم تتوقف تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية المصرية بدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة هذه هي الصورة من مدينة العريش وأيضا معبر رفح وسنتابع معكم خلال الخدمات الإخبارية القادمة نهاية الزيارة للوفد البرلماني الفرنسي إليكم الكلمة مرة أخرى أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري كنت معنا مباشرة من العريش نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات على 36 هدفا في اليمن في اليوم الثاني من العمليات الأمريكية ضد جماعات مرتبطة بإيران في أعقاب هجوم على قوات أمريكية في مطلع الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البينتاجون أن الدربات استهدفت منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة ومنظومات ومنصات الصواريخ وغيرها من القدرات التي تستخدمها قوات الحوثي لمهاجمة الملاحة في البحر الأحمر شدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على ضرورة أن تتوقف هجمات قوات الحوثي على النقل البحري الدولي وأشار كاميرون في منشور على صفحته الرسمية بمنصة أكس إلى أن الموجة الثالثة من ضربات الجوية البريطانية والأمريكية المشتركة السبت حدثت بعد تحذيرات متكررة لقوات الحوثي من أجل التوقف عن هجماتهم بحث وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة مستجدات الأوضاع في السودان وسبل واقف القتال في مختلف المناطق واستعرض الجانبان سبل دعم حل الخلافات بالطرق السلمية كما تم تأكيد على ضرورة حماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوداني فتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام المواطنين الانتخاب ممثلين في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية لتستكمل بذلك النوى الأولى في مسار المجلس الوطني للجهة والأقاليم في غضون ذلك قال ناطق الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس محمد التليلي أن الهيئة ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية مباشرة بعد الانتهاء من إرساء المجلس الوطني للجهة والأقاليم كما توقع الناطق باسم الهيئة إجراء الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر أو أكتوبر القادمين وإلى الملف الأوكراني الروسي حيث أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية شنت 104 هجمات على زابوريجيا وأضاف الجيش الأوكراني في بيان له أن القوات الروسية هاجمت أمس 25 مستوطنة في منطقة خركييف شركة أوكرانيا بالمدفعية وقضائف الهون والطائرات مما أدى إلى إصابة مدني وإلحاق أدرار بمؤسسة بالإضافة إلى تدمير عدد من المباني السكنية ومرافق البنية التحتية قال رئيس الأوكراني فلودمير زلنسكي أنه من المهم الحفاظ على تماسك العالم الحر وبذل كل ما هو ممكن لضمان قدرة أوكرانيا على الانتصار على روسيا جاء ذلك خلال الكلمة اليومية لزلنسكي بالفيديو التي أعرب فيها عن شكره لجميع شركاء أوكرانيا الذين دعموا بلاده من خلال تطوير حزم دفاعية وتنفيذ حلول أمنية جديدة أكد تقرير جديد أعدته لجنة دفاع بمجلس العموم البريطاني أن القوات المسلحة البريطانية المنهكة ليست مستعدة لخوض حرب ضد روسيا وبحسب صحيفة ديلي تشيلغراف البريطانية فقد كشفت المراجع التي أجرتها لجنة الدفاع على مدار عام أن القوات البريطانية المنتشرة بشكل متزايد غير مستعدة لمحاربة موسكو وكان رئيس الأركان البريطاني قد دعا الشهر الماضي إلى تدريب وتجهيز للجيش من المواطنين لمواجهة مخاطر النزاعات في حالة نشوب حرب مع دول مثل روسيا أعربت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس عن قلقها حيال الظروف التي أدت إلى إرجاء الاقتراع الرئاسي في السنغال والتي كان مقررا له يوم الخامس والعشرين من فبراير الجاري ودعت المفوضية السلطات السنغالية إلى تسريع مختلف التدبير من أجل تحديد موعد جديد للانتخابات وكان الرئيس ماكي سال قد أعلن إلغاء مرسوم حدد بمجابه موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الخامس والعشرين من فبراير الجاري وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزهاتهما وجاء هذا الإعلان قبل بضع ساعات من بدء حملة الانتخابات الرئاسية أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إذاء العمليات التي قامت بها الشرطة الخاصة في كوسوفو قبل أيام حيث داهمت مكاتب المؤسسات التي تديرها صربيا ثم أغلقتها في بعض البلديات كما طالب الاتحاد بوضع حل مناسب لعمل مثل هذه الهياكل التي تنتمي إلى صربيا في الحوار الذي يؤسر الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بإنشاء رابطة مجتمع البلديادة الأغلبية الصربية في كوسوفو وأعلنت كوسوفو البالغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة بينهم 120 ألف صربي استقلالها عن صربيا في عام 2008 وهو ما لم تعترف به بيلغراد أعلنت الحكومة الباكستانية أن جميع هيئة الدولة مستعدة للتعاون والمشاركة في إجراء انتخابات برلمانية سلمية وحرة ونزيهة والمقرر لها 8 من فبراير الجاري وأكدت الحكومة أن هناك 92 مراقبا دوليا سيشرفون على مراقبة الانتخابات وسط ترتيبات جيدة لضمان أمن ونزاهة العملية وتوفير الأمن لمراكز الاقتراع بمشاركة أفراد من الجيش والشرطة استدعت وزارة الخارجية الكوريا الجنوبية السفيرة روسية في سول لتقديم شكوى بشأن انتقادات موسكو لأحدث تصريحات أدل بها الرئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول حول سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية جاء الاستدعاء بعد أن دادت سول بتطوير بيونج يانج لأسلحة نووية وهي تصريحات وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بأنها منحازة ومشينة التوتر بين الكوريتين لم يتوقف عند الشطرين الخصمين بل يتزايد ليمتد بجانب واشنطن وطوكيو حليفتي سول ليصل إلى موسكو حليفة بيونج يانج التصعيد بين كوريا الجنوبية والشمالية جاء على إثره استدعاء من وزارة الخارجية الكورية الجنوبية للسفير الروسي في سول استدعاء جاء بهدف تقديم شكوى بشأن انتقادات موسكو لأحدث تصريحات أدل بها رئيس كوريا الجنوبية يونسو كيول حول سعي كوريا الشمالية لامتلاك ترسانة نووية وجاء الاستدعاء بعد أن اددت الخارجية الكورية الجنوبية في 31 يناير بتطوير بيونج يونج لأسلحة نووية للحفاظ على النظام الحالي وهي تصريحات وصفتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا بأنها منحازة ومشينة في بيان صدر بعد أيام سول أعربت في هذا الصدد في بيان لها عن أسفها من أن روسيا تجاهلت الحقيقة وحمت كوريا الشمالية دون قيد أو شرط بينما انتقدت تصريحات الرئيس بلغة فضة وذلك حسب قولها مشددة على أن هذا سيؤدي فقط إلى تفاقم العلاقات الكورية الروسية وكانت كوريا الشمالية قد اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة وذلك قبال تساحلها الغربي في الثاني من فبراير مؤكدة إطلاق وابل من الأسلحة التي قالت أنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية ويمثل الإطلاق الذي تم الجمعة الماضية المرة الرابعة خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع التي تطلق فيها بيونج يونج مثل هذه الصواريخ وكالة الأنباء المركزية الكورية أوضحت أن تلك الاختبارات تعد جزءا من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخضاع لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة حقق الرئيس الأمريكي جو بايدن فوزا سهلا بلا مفاجآت في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية كارولاينة الجنوبية في اختيار أو اختبار انتخابي هو الأول له في سعيه إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية وكان بايدن موجودا في كاليفورنيا مساء السبت قبل أن يتوجه إلى نيفادا استعدادا للتصويت المرتقب الثلاثاء القادم وقد عبر عن ثقته في أنه سيهزم خصمه الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر القادم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود معي المحددة لإنشاء المناطق الحرة العامة وفي مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة وكذلك توفير أراضي للمناطق الحرة العامة تصهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج وأشار مدبولي إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة مع سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة بمساحات تبلغ نحو 150 فدان لكل منطقة في مدن مثل العبور الجديدة وأكتوبر الجديدة والعالمين الجديدة بالإضافة إلى بعض مدن الصعيد ووجه مدبولي الهيئة العامة للاستثمار بسرعة معينة الأراضي المطروحة والعمل على جذب شركة أجنبية كبرى واستثمارات ذات رأس مال كبيرة تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع له موقف تدبير احتياجات القطاع الصحي وأكاد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي بهدف العمل على سرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية في ظل توجهات مستمرة بأن يكون هذا الهدف على رأس الأولويات وأشار مدبولي إلى أن هناك رصدا لنقص بعض الأدوية ولذلك في أنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطات من هذه الأدوية وغيرها لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تتواصل فعاليات وندوات معرض القاهرة الدولي للكتاب نسخته الخامسة والخمسين وسط إقبال جماهيري كبير تأتي هذه الدورة تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة وتقام فعالياتها حتى السادس من فبراير الجاري بتنظيم الهيئة المصرية العامة للكتاب ترجمة نانسي قنقر بعد التحية كريم أنقل لنا الصورة لديك ومدى إقبال الجماهير على هذا المعرض في دورته الخامسة والخمسين تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما يوما ويغلق معرض الكتاب في نسخته الخامسة والخمسين أبوابه أمام الزوار هذا المعرض الثقافي المعرفي الترفيهي الكبير الذي زاره خلال الأيام الماضية أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن دخلوا إلى أرض معرض الكتاب وهو رقم قياسي في هذه الأيام ورقم قياسي مقارنة بالمعارض السابقة من قبل نتحدث عن إقبال كبير ولكن خصيصا للأطفال حيث تميز هذا المعرض هذه المرة بتوفيره عدد كبير من الورش التدريبية الورش التفقفية الورش الترفيهية حتى الكتب المقتصة بالأطفال كانت متواجدة في عدد كبير من الأجنحة سواء كانت المصرية أو العربية رصدنا بالطبع في حديثنا مع أولياء الأمور ومع رحلات المدارس التي جاءت بالفعل مع الأطفال لهذا المعرض نتحدث عن انبهار كبير من الأطفال وأيضا رصدنا وعي كبير من الأطفال بأهمية شراء الكتب وأهمية أيضا تنوع شراء هذه الكتب سواء كانت كتب معرفية أو حتى كتب خارجية دراسية أو حتى روايات وقصص وتحدثنا أيضا مع عدد من الأطفال الذين شاركوا في الندوات هناك ندوات متخصصة داخل معرض الكتاب هذه المرة الندوات المتخصصة إما تتحدث عن شخصيات المعرض أو حتى مثل يعقوب الشروني أو حتى تتحدث عن أشياء ثقافية أو تثقفية مختلفة خاصة بالرياضة خاصة بالاقتصاد خاصة بالسياسة عدد كبير من المجالات تمت مناقشتها بالفعل داخل هذه الندوات وحتى بعض الكتب التي تم إصدارها حديثا تمت مناقشتها في هذه الندوات أيضا بالإضافة للندوات وبالإضافة أيضا للكتب المختلفة والأجنحة أيضا هناك أنشطة ترفيهية مثل المسرح للأطفال وأنشطة تلوين مختلفة للأطفال لذلك يعني المعرض يستقبل الأعمار بداية من ثلاثة سنوات وحتى ربما خمسين عاما وأكثر من ذلك رصدنا تنوع في فئات الحضور داخل المعرض تتحدث عن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مواطن دخلوا إلى المعرض تتحدثنا عن اليوم خصيصا حول الندوات الخاصة بالمعرض هناك قاعات الخاصة بالفكر والإبداع والقاعات الرئيسية ونتحدث عن بعض الكتب الرياضية ومدى ارتباط الرياضة وأيضا الثقافة العامة بشكل عام هذه نقطة نقطة أخرى القاعات الرئيسية نقشت الشخصيات المؤثرة في المجتمع المصري مثل طا حسين مثل يعقوب الشروني وغيرها من الشخصيات الرئيسية الخاصة بسمة المعرض كما ذكرت وعي الهوية المصرية نصون المعرفة بالطبع هذه من أهم الندوات التي تمت مناقشتها اليوم في معرض الكتاب يعني بالفعل هناك قبال جماهيري كبير وتنوع أيضا في الكتب المطروحة هي بالفعل نسخة كبيرة وأشكرك شكرا جزيلا كريم بيبرس كنت معنا مراسل التلفزيون المصرية نظمت مديرية الصحة بضنيات قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الوسطان الجديدة تابعة لمركز كفرسعد وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وخلال القافلة تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين من خلال أحد أو أربعة عشر عيادة تخصصية كل عيادة بها طبيب أو استشاري متخصص بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلاقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة كما تم تنفيذ عدد من الندوات التفقفية بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية قبل ما بننزل القرية بنراجع مركز المعلومات وبنراجع آخر قافلة تمت في القرية عشان نشوف إيه الاحتياجات الصحية الخاصة بالمكان وإيه العيادات اللي هنوفرها من وزارة الصحة التخصصات المختلفة اللي هتكون معانا إيه أكثر أدوية ومستلزمات اتصرفت في آخر قافلة تمت في القرية فبالتالي نوفرها بشكل كبير كشفت عزام والدكتور قال لي كتب لي على تحليل ورح تحليلت مجاني وكشفت بطنة وكتبت العلاج برضو مجاني ورا حسرف هوت وربنا يبارك فيك وعجا حلوة والله أطلق مجلس الشباب المصري عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المؤتمر الدولي الأول تحت شعار معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة وقيادات ورؤساء منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والعاملين في مجال حق الإنسان اطلاق المؤتمر الدولي الأول تحت شعار معا نحو تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية جاء تزمنا مع مساعي توحيد جهود الإغاثة الإنسانية خاصة أن تكامل جهود مؤسسات المجتمع المدني أمر ضروري ويعد أكثر ضرورة عندما يتعلق الأمر بحياة الإنسان واستقرار المجتمعات وخاصة في أوقات الأزمات والطوارئ شهادة جديدة للدولة المصرية على قدرتها في الانتصار لقيم العدل والإنسانية الآن نحن نشهد المؤتمر الدولي الأول نحو تعزيز جهود المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية المؤتمر الذي يأتي استكمالا لدور الدولة المصرية بخدت رئيس عبدالفتاح السيسي فيه ليس فقط في تقديم المساعدات ولكن في حماية أرواح الشعب الفلسطيني نحن قدامه بدرة مهمة الحقيقة لأن الوضع في غزة أصبح لا إنساني وهو الحقيقة منذ 7 أكتوبر وهم أهلنا في غزة يعانون مصر بتقوم بدور مهم جدا في توصيل الإغاثة وتعمل رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة الحقيقة أن الدولة هنا مع يد بيد مع المجتمع المدني بيشتعلوا على الملف دوة المجتمع المدني بيحاول أن يوحد جهوده حتى لا يتتفتت القدرة على توصيل المواد الإغاثة وغيرها شارك بالمؤتمر لفيف من الشخصيات العامة ورموز العمل الإنساني على المستويين المحلي والدولي والذين أكدوا على ضرورة توحيد الجهود وإبراز المساعي الفاعلة من الأفراد ومنظمات المجتمع المدني المؤتمر مهمة وفي وقت مهمة لأن بحاجات كتيرة نتكلم جدا أهمية المجتمع المدني وأهمية مش بس بقى المجتمع المدني صراحة وحتى الشارع نفسه والناس والوعي نكون موجودة فيها يعني في حاجات كتيرة جدا منتكلم فيها أيها فيه ساسة فيه اتخاذ قرار فيه لأخر من الأشياء ولكن ما كانش فيه مساهمات ودعم ويعرفيك دعم مش بس دعم معناوي تعريفي توعوي اللي عملية المنظومة هتبقى يعني نقصة منها حاجة مهمة جدا مبادرة جيدة جدا من مجلس الشباب المصري دعوة المجتمع المدني النهاردة لتوحيد الجهود بعد المبادرات من الأمم المتحدة سيد أنتون ومعدين في نفس الوقت توحيد الجهود بيدي تعزيز أكتر لزهور الدولة المصرية بقوة مبادرة فعلا فيها حس وطني بتجسد دور مصر المشرف والشريف من أول يوم من 7 أكتوبر وعلى ضرورة إدخال المساعدات وحق الدولتين حل الدولتين ويكون للكيان الفلسطيني حقه في عدم إجلاقه من أرض أو تهجيره اختيار القاهرة لتجين المؤتمر الدولي الأول لتعزيز الدور المجتمع المدني في عملية الإغاثة الإنسانية جاء استمرارا للدور الريادي للقيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والموقف المشرف للمؤسسات المصرية والمجتمع المدني في الانتصار لقيم العدل والإنسانية أحمد الحسيني التلفزيون المصري أعلن البنك المركزي المصري أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من بنوك القطاع المصرفي على تنظيم معارض ديارنال أصحاب الحرف اليدوي المختلفة بمقار البنوك بما يمثل فرصة للترويج لمنتجات الشباب والعارضين وذكر البنك في بيان له أنه يسعى إلى إتاحة إمكانية الاستفادة من التيسيرات التي تقدمها البنوك بالإضافة إلى الفرص التمويلية التي تتماشى مع متطلباتهم يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذرها البنك المركزي المصري بالشراكة مع العديد من الوزرات والجهات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع موسيقى انتهت نشرة الثالثة ولا يتبقى سوى تذكرة بأبرز عن منها مصر وفرنسا تؤكدان رفضهم المطلق لأية إجراءة أو سياسة تهدف لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه العنيف على قطاع غزة وعدد الشهدائية تخط 27 ألفا منذ السابعين من أكتوبر واشنطن ولندن تنفذان ضربات على مواقع القوات الحوثي من بينها منشآت تحت الأرض لتخزين الأسلحة بختام العنوين نصل معكم لختام نشرة الثالثة شكرا لمتابعتكم دمتم في أمان الله